اشتركوا في القناة وقلنا إن العيبين الأخيرين المذكورين لا نرتضيهما عيوبا وهي مسألة التكرار وتتابع الإضافات تكرار الكلمة وتتابع الإضافات وإن كان مراد بعض البلاغيين من التكرار يعني ذكرها أربع مرات ويزيد ولعنة الله على يزيد قلنا تفرض التكرارات عادة حسنا وقبحا فالكلام بيد المتكلم أو الظرف الذي هو فيه ومثلها تتابع الإضافات وما أجملها أحيانا وأعطيتكم أمثلة عليها إن كلاما يلفت أنظارا عفوا يلفت أسماع المستمعين فيفيد فائدة جميلة مثل ما قلت لك وما أزعجني في كربلا مثلا أني نظرت إلى خيطي أو إلى ظل خيطي ثوب طفلة الحسين اليتيمة مثلا المحترقة إلى آخره إذن الإضافات تعطي وتضفي أحيانا وأحيانا تكون عيبا على كل حال ولذا لم يرتأي كثرة في البلاغيين أن التكرار والإضافات عيوبا انتهت أبحاثنا حول فصاحة الكلمة إلى هنا فالفصاحة عفوا الفصاحة في الكلام فالفصاحة في المتكلم ما هي أنا فهمت منك أن الفصاحة ظهور وأن الظهور إبانة وأنها تتناسب مع حكمة اللغة في الإفهام والتفهيم فألا تكون الكلمة غامضة صعبة نطق بها في حروف مبانيها في حروف معانيها سلامة فقل هي الكلمة الفصاحة أفهمنا إن سلمت حروف مبانيها وحروف معانيها عن العيوب اللي ذكروا لنا إياها أربعة نحن ذكرناهم اتنين إما في حروف المعاني أو في حروف المباني فإن سلمت فالكلمة فصيحة وإن سلم الكلام والجملة المفيدة عن أمراض عن أمراض إما في التركيب والترتيب وإما في الإئتلاف وإما وإما فهو كلام فصيح إن سلم فهو كلام فصيح قلت ويقال للمتكلم فصيح أيضا فمن المتكلم الفصيح وما الفصاحة في المتكلم أولا الملكة هي من صفات النفس التي تحل بالإنسان كمل وتتملك به أي تأسره يكون منحكما إليها مأسورا إليها تسمى ملكة في مقابل ماذا؟ في مقابل الحالة الحالة التي تعتريه مثلا الإنسان يعرض عليه يعرض عليه صفات ويعرض عليه حالات مثلا فالخجل والشجاعة والشهامة والكرم وإلى آخره حلولها فيك وصدورها منك مرة عابرة طارئة ومرة صفة ومرة صفة راسخة فيك يعني إذا صدر الكرم منه مرة فلا يكون موصوفا بالكرم فعلا لا يتصف يعني إذا إذا شفت لك شي جبان يوم من الإيام حمل سيف واضطر إلى نزال يقال قاتل بس لا يقال شجاع لا يقال شجاع لا يتصف بالشجاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة كان بين أصحابه يتكلم عن حدث غيبي ذكرته كنت ذكرته لكم في دراسة النحو في قطر الندى اللي بلاغه وقطر الندى وعم نحكي عن النبي صلى الله عليه وآله أقول لم ندرس النحو ولا البلاغة إلا لنفهم مرادات النبي صلى الله عليه وآله أليس كذلك؟ جيد فيومها تكلم عن شخص موبوء مشبوه وحذر قومه منه وهو المعروف بذيثثية وهو أحد رموز الخوارج الذين خرجوا على زعيم السماوات والأرض على أمير المؤمنين عليه السلام أقول زعيم السماوات والأرض يعني مزعم من قبل الله تبارك وتعالى فهو الحجة في السماوات والأرض وكان النبي يقول إنه سيطلع عليكم منها هنا ووصفه لهم في واحد معروف بالهروب ومشهور بالشرود عن خيبر تراجع وعن معارك النبي صلى الله عليه وآله فر وفي أحد اختبأ وشأنه الهروب وهو يجيد ما يريد في الهروب كما يقول شاعر العرب القديم أنا في الحرب ما جربت نفسي ما أدري أو فعلا شجاع غير شجاع لا أدري أنا في الحرب ما جربت نفسي ولكن في الهريبة كالغزالة يعني تريدني فعلا أنا فرار ولا كرار لا ولا فرار فمعروف بالهرب لكنه كان يومها النبي صلى الله عليه وآله يتكلم وحوله قومه وهذا الشخص أخذته النخوة وكأنه أراد أن يقول أنا أنا ذا يا رسول الله هذا الشخص سيطلع علينا منها هنا ذي الثدية ذي الثدية رح يطلع علينا من هنا قال نعم قال يا رسول الله اسمح لي أضرب عنقة نخوة شجاعة السهون مضرب الأعناق مضرب الأعناق بأحد ومضرب الأعناق بالقموس من خيبر حسن القموس هناك فقال النبي إجلس ليش إجلس لأنه قال إن يكنه ذكرته هذا المثل هذا بأنه هل يجوز وصله الخبر إذا كان ضمير بي كانوا أخويتها قال إن يكنه فلن تصلط عليه لأنه قاتله مش أنت قاتله الزعيم الأمير علي عندما يخرج عليه ذو الثدية فيقتله علي وهذا من تنبؤات من نبؤاته الغيبية صلى الله عليه وآله أنه أخبر بكي توكيت وأنه قتيل في أرض الخسران لأنه كان واقف في وجه أمير المؤمنين عليه السلام قال إن يكنه فلن تصلط عليه مش أنت قاتله مش إلك إنت معروف أنك بتقتل مش معروف إن يكنه فلن تصلط عليه وإلا يكنه فلا خير لك في قتله يعني إذا كان هو هذا الشخص اللي أنت شايفه فعلاً ها هو فقاتله غيرك وإذا ما كان هو تكون ابتلات على نفوس المسلمين فمش شغلك يعني أنت بس ينحكي عن السيوف وعن كذا ما إلك وعصيرة السيوف عندنا أحد الكرام من الأصحاب اسمه قيس ابن سعد ابن عبادة يرحمه الله وهذا قيس أحسن تدين بين يدي رسول الله وأحسن الولاء لأمير المؤمنين عليه السلام صلى الله عليه وعليه فقيس كان معروفاً بالجسم العملاق بحيث أنه كان يركب جواداً ورجلاه تخطان على الأرض وقيس كان يميناً لأمير المؤمنين عليه السلام في حروبه وكان قيس معروفاً بسيفه الثقيل مش بس سيفه الثقيل سيف ثقيل جداً لا يحمله أي أحد من الفرسان الشجعان حديد فدخل مرةً في امرط الخليفة الثاني الحاكم الثاني أخذ السيف طبعاً نقولك نعم نحكي إن يكونه فلن تسلط عليه وكذا معروف يعني كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله تحطهم بذمتك أنهم إلى الشرود أميل منهم إلى الثبات وخيبر تشهد وتردك إلى أحد يعني الشواهد كثيري على كل حال فأخذ يومها السيف سيف قيس احتمله فما استطاع له حملاً إلا باليدين فنظر إلى قيس وقال أي قيس وهذا السيف تضرب به الأعماق يعني إذا حتي ينحمل بده همه فإنه كيف بدك تضرب به الأعماق وتفتح به الفتوح قال أصلح الله الأمير أنا أعرتك سيفاً وما أعرتك الزندة التي هي له أنت شو استعارت الحديد يعني بهذه الحديد ما فيك أعمل فعلى كل حال مثل هود الرجال هذه ماذا تسمى في قيس صفة وملكة في غيره لو فعلها مرة اسمها حالة أحسنت اسمها حالة الآن فرأنا أن التوصيف يا أحباب مرة يكون على مستوى الندرة والقلة فما يسمى صادر صادر صدر منه ومرة يكون أكثر تكراراً فيسمى حالة ومرة هذا التوصيف يكون ملياً متمكناً من صاحبه بل زد عليها قل لا يفارقه كالشجاعة وقيس مثلاً كالإقدام والعباس مثلاً افترض كالاقتحام مثلاً وعلي الأكبر مثل هذه الحالات أو الشجاعة أو الكرم مكارم حياء هذه كلها صفات يعني علي الأكبر أو العباس على شجاعته حيي فصفاته فيه راصخات تسمى ملكات لش سمينها ملكة لأنها تملك صاحبها ولذا يا أحباب عرفتم في الرسالة العملية تعبير العدالة ماذا تفسر؟ ملكة راصخة باعثة على ملازمة الطقوة تردع عن الحرام وتأخذك نحو الصالحات هذه ملكة ليش ملكة؟ لأنها تبعث صاحبها صفة راصخة في النفس وكنت يمكن لكم أتيت على ذكر الله أكبر رزي الله أن الملكة من معانيها ما يعبر عنه في عرفنا بالملاك أو بالملاك يعني في في الواقع في واقع الأمر يسمى ملك جيد إذن إذن ومنه بملكنا باستلاح القرآن الكريم بملكنا يعني باستطاعاتنا بسيطرتها علينا لأن الملك هو نوع من ماذا؟ من السيطرة نوع من الهيمنة ولذا يسمى في عرف بعض بلادنا هناك أن العقد يعبر عنه بالملك الملك يعني السيطرة العقدية عقد إذن الملكة هي مأخوذة من هذا ولذا يعبر عن الفصاحة في المتكلم عفوا في المتكلم بأنه صاحب ملكة أي صفة هذه الصفة شو بتعمل؟ شو بتعمل أكمل؟ هذه الصفة تمنعه عن العي شو العي؟ هذا التتعتع والتلعثم في اختيار المفردات في اختيار الكلمات إياك أنك تشبه بالملكات علي بن أبي طالب أنت سمعتني أنا شبهت في كرام كرام قلت لك هذه ملكاتهم وهذه ملكاتهم راصخات في المعصومين عليهم السلام كالمعظم صلى الله عليه وآله أو المعصومين الأئمة عليهم الصلاة والسلام فهم أرقى من هذا توصيفا أرقى من هذا وأبعد منالا هي ليست صفة تحل فيهم بمعنى هي التي تأمرهم على كل حال هؤلاء لا يفرق فيهم بينهم وبين صفاتهم فقل في العاديين من الناس العصاميين مثلا هذه الصفة يعبر عنها ملكة تحل بالنافس يقدر صاحبها بها كمل انتصير ما تشاء يقدر صاحبها بها هذه القدرة اللي صارت عنده على التعبير عن مراداته ومقاصده كمل في كل حين مش مرة ومرتين يعني إذا حضرت جنيب وكان معر مهيئ ومرتب ومدبر ويقرأ على ورقة ومع ثلاث مكبرات للكلمة لحتى يقدر اللهم صلى الله عليه وسلم لحتى يقدر عسى ولعل هذه ليست ملكة الملكة هي عبارة عن حالة يتمكن المرء فيها من بيان مراده أكمل في كل ما أراد في النخوة هو فصيح في الرثاء فصيح في الشجاعة فصيح في العظة كذلك مش في حالة دون أخرى وهذه ركزوا عليها يا أحباب يعني في حدا يجيد ما يريد في كل الفنون هذا فصيح ينطقي لفظا مع أخواته فيشكل منها جميعا جملة انطقى لفظا فصيحا شرطه أن يكون هكذا انطقى مفردة فصيحة وأسس وألف جملة فصيحة وين في كل الأغراض إن كان غرضه مدح مدحا أو غرضه رثاء أو كان غرضه حماسة وهكذا هذا يسمى فصيح ما الذي أقدره على انطقاء المفردات وسرعة تصفيفها وتأليفها الفصاحة فيه لما الفصاحة ملكة يقتنر بها الإنسان على تأليف كلام فصيح ليعبر به عن مراداته هذا خير تعبير وتفسير للفصاحة في المتكلم وإن اختلف فيها علماء البلاغة طبعا أنت حط ببيلك أنه بس سميها ملكة مثل العدالة ملكة راصخة باعثة على ملازمة التقوى وين في المال في الشدائد في الرخاء العادل عادل في كل ظروفه مش عادل لأنه في المسجد وفي المسجد لا يفكر في الحرام لا يصف بالعدالة ترى لا يصف أو مثلا في زيارة المعصومين عليهم السلام يكون مأخوذا مشدودا نحو الصالحات مش لعدالته بل لظرفه جميل هذه لا توصف به حالته أنها عدالة صحيح والشجاع قد يضطر دفاعا عن عرض أو دفاعا عن أو ظرف خاص أو كذا يتصرف هذا التصرف قد يكون حالة خاصة اضطرارية لا يصف بالشجاعة شجاع أين في كل وأين ومتى يطلب منه ها إذن هذه الشجاعة حتى في موقع الثكل تكون ثكل مفجوع مثل حسين عليه الصلاة والسلام كما وصفه بعض من رأاه على كل حال هذا التعبير يأتي هنا أيضا في الفصاحة في كل الفنون في كل الأوقات لحتى تكون ملكة ينبغي أن تراعى دائما في كل حالاته قال المؤلف الكريم التعقيد المعنوي شوف من الله فصاحة رائعة هلا وراه أصدي قدامه هلا المقصود وين قدامه ولا وراه وأصدق بالقدامه الورا قبله ولا بعده حلو الفصاحة ها بعده لجهة وين الديم حلو البعد والقدام حلو فصاحة رائعة بعده جيد نعم مقتضى الحال آه عم أجي أحسنت عم أجي أبشير على التعقيد المعنوي استعقيد المعنوي لا إنك تستعمل كلمة تحملها معنى ما بتحمله هيدا تعقيد المعنوي فإندي مش مش موفق اليوم ما مش ضاطة معك طيب وينصرنا لا بنا نطبق ايه التطبيق نعم لا لا التطبيق عفوا تطبيق الشرح الشرح يعني نشرح آه طبقناه آه تمارين جيد جيد طيب خلنقرأ فصاحة المتكلم ونذكر لكم بيت شعر تطبيقه فصاحة المتكلم عبارة عن الملكة وعرفنا هلأ الملكة ليش سموها ملكة وما هي توصيف راسخ وعن فكرة آه يوصف بالفصيح حتى في 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 غير الوقت المتكلم فيه فيقال نام الفصيح وجاء الفصيح كما يقال جاء المجتهد وسلمت على المرجع هو مجتهد إذا اجتهد واستنبط ومرجع إذا رجعت إليه في الحكم وجاء الخباز ومات الخباز ومات الحداد الله صلى الله عليه وسلم هذه لا تشتبه فيها صناعات ومهن وفيها ملكات صناعات ومهن وملكات هول اتنين هن بيشتركوا فيه إنه يصحوا التوصيف توصيف صاحبها بها حتى عند عدم القيام بها وتفعيلها الآن مش إلا الفصيح بس يحكي على المنظر عبارة عن الملكة التي يقتدر بها صاحبها على التعبير عن المقصود بكلام فصيح أكمل في أي غرض كان أغراض المتكلم الكثيرة في مدح وهجاء ورثاء وعظة ونخوة وإلى آخره فيكون بهذا الاقتدار بهذا الملكة فيكون قادرا بصفة الفصاحة الثابتة في نفسه الراسخة أصلا 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 إذا أراد أن يبذل كلاما مبتدلا لم أستطع يعني بصير يحكي تقريبا كلامه إجمالا لا يتمكن إلا من الفصيح من الكلام يعني هذا بنحو من المبالغ أنا أقول هذا الكلام مثل أبو الطيب حيث ادعى لنفسه أنه بعد لا يستطيع الكلام النثري الوصل لمرها طبعا هو مادح نفسه أبو الطيب المتنبي يجيد مدح نفسه بشكل قل ما وجدت شعراء يمدحون أنفسهم كما فعل خذ هالمادح لنفسه يقول أنا ما حدا يعرفني من الكون ممتاز إيه لا يا ريت يا ريت لا هذا يهجو غيره ويمدح نفسه لا لا شوفه مادح نفسه يقول أنا ما حدا يعرفني ليه؟ لأني فوق البشر بس ليش فوق البشر إنه حتى أنا ما فهمت نفسي ها يعني نفسي فوق أن أنال توصيفها شو قال؟ قال واقفا فوق أخمصي قدر نفسي نفسه عالية شبه بالجسم وأخمص القدم شو أخمص القدم؟ أحسنت أحسنتم المكان الأجوف في القدم في باطن القدم هذا الإنحناء في جوف القدم اسمها الأخمص هالفراغ المنحني يقول نفسه فوق أنتونال وشبهها ببدن وجسم له راس وأخمص شو قال؟ واقفا يعني هو واقفا تحت أخمصي قدر نفسي يعني قدر نفسه هو فوق وإنتوا اللي شايفينه منه لأبو الطيب هو عبارة عن شو شايفين موقفه تحت أخمصي قدر نفسه فهوين قدر نفسه؟ بعض واقفا تحت أخمصي قدر نفسي واقفا تحت أخمصي الأنام إيه؟ الأنام وقفين فهذا من قوله ومن قوله أنا أنا من نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم أصلا أني بعد أدبي غير خاف على أحد أنا من نظر الأعمى إلى أدبي فهذا الذي لا يرى شيئا لا يستطيع أن لا يرى أدبي والأصم هذا اللي لا يستمع أبدا هذا استمع إلى إلى فصاحتي إلى الشعر مني أنا من نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صممه شو عن بيقول لك؟ بيقول لك أنا بعد لا أستطيع إلا أن أكون هكذا يعني أنا لا أحرك الأصم حتى يسمع هو يسمع تلقائيا جيد فيقول فيكون قادرا بصفة الفصاحة الثابتة في نفسه على صياغة الكلام طيب أنت بتعرف أنه سيارة الكلام بدأ اكتلتفت إلى مفرداته إلى مفرداته ثم باكتلتفت إلى مفرداته ثم باكتلتفت إلى التأليف بينها وأي لفظة أنت انتقيت هنا سليمة غير البعيدة غير القبيحة أو غير الثقيلة ورحت للتأليف وكمان التفت إلى أن توصل المعنى السلس عبر عدم التعقيد لا المعنوي ولا اللفظي في التأليف إذن أنت يعني قادر على انتقاء ما تجيد يعني أنت قادر على تبديل الألفاظ بأمثالها يعني قادر على انتقاء العبارات التي تريد وغالبا هذا لازم يكون لازم يكون توأم مع المعلمين المدرس يفترض بالشكل العام أن يكون قادرا على تبديل العبائر بأمثالها ليه؟ لحتى يراعي وصول المراد أو يراعي إيصال المراد إلى ذهن المخاطبين على اختلافهم فمقصد لم يصل فبدل عبارته وبد يكون عندك هذا القدرة ليش بدي يكون عندك هذا القدرة لأن هذه الملكة هي هذه فقدرة انتقاء لفظة بدون أخرى هذا مطلوب وانتقاء عبارة دون أخرى يعني كلاما كذا اللي عم بيعبر عنه هذه الفصاحة فيكون قادرا بصفة الفصاحة الثابتة في نفسه على صياغة الكلام متمكنا من التصرف في ضروبه ضروب ماذا؟ ضروب الكلام يعني أشكاله أشكال الكلام بصيرا بالخوض في جهاته ومناحيه جهات الكلام حيث يقصد وناحية الكلام مناحيه يعني الناحية لمن يقصد لأي جهة يقصد من يخاطب من القوم مثقفين أو غير أو إلى آخره ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا